بالتأكيد يا فارس يعني حاجة عظيمة جداً وده اللي احنا دايماً بنقوله وكواعد اللي أبعرفينها الفوز ما ينفعش نغفل أي حد جماهير النادي الأهلي دايماً وأبداً في كل الأوقات موجودة ولكن أيضاً مجلس إدارة يستحق الثناء ويستحق التقدير ويستحقها الإشادة جهاز فني قدر إنه هو يعبر من كبوات حصلت داخل الموسم وحول انكسارها لانتصارات في سرعة غير طبيعية انت بتتكلم من سندونز للقطن الكاميروني ما كملتش أسبوع قدرت إن انت ترجع الفريق في الأسبوع ده انت بتتكلم في مرات ذهاب لمبارات عودة أسبوع قدرت إن انت تحفز الفريق ده إنه هو يجيب البطولة من الفريق اللي كان واخد منك البطولة السنة الماضية والكلام ده كله أسلحتك مين؟ لعبين قدروا يثبتوا إن احنا عندنا جيل ذهبي قدر يفرح جماهير النادي الأهلي وعوض جماهير النادي الأهلي عن لمسة حزنة حصلت في مباراة في دور المجموعات زي ما حصلت مع مانويل جوزيف 2001 وهزمنا 4-2 وخدنا البطولة الهزيمة بقاش لها قيمة لأن في النهاية أصبحت انت البطل ده ما كانش هيتحقق لو ما كانش موجود عنصر أيضا اسمه الجماهير اللي هي زي ما زعلت وانتقدت في مبارات سندونز كانت في مبارات القوتن الكاميروني أكبر داعم للفريق كانت قادرة إنها تروح كل مرة يكون في مبارات زهاب 50 ألف تلاقيه 50 و60 ألف موجودين في الملعب بيرجوا الاستاذ سواء مبارات الهلال السوداني لما جات لك الفرصة مبارات الرجاء مبارات الترجي ومبارات الوداد المباراة النهائية عشان كده كان المشهد الطبيعي من مجلس إدارة بروح الفنينة الحمرة إنه يروح يد التحية للجماهير اللي قدرت تراهن على النادي الأهلي ورهانك على النادي الأهلي في معظم الأوقات كسبان دا مشهد بالنسبالي هو نوع من أنواع التأدير المتبادل من جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والفيديو كان واضح جدا وبيقولهم هنروح نقف كلنا صف واحد ونسقف للجماهير عارفين دور الجماهير وعشان كده الإشادة مستحقة لمجلس دا من نفس الجماهير لأن دا النادي الأهلي اللي احنا تعودنا عليه ولحقا المجلس دا برئاسة الكابتن محمود الخطيب له أرقام لازم تذكر له أرقام لازم تذكر المجلس دا تولى القيادة من ست سنوات أفريقية يعني إيه؟ يعني شاركنا في ست بطولات أفريقية الست بطولات الأفريقية ارجع لي بس كده الأول الست بطولات الأفريقية وصلنا لخمسة نهائي دورة أبطال أفريقيا خرجنا مرة واحدة من دور المجموعات خدنا ثلاث بطولات عشان يكون المجلس دا برئاسة الكابتن محمود الخطيب يضاهي مجلس الكابتن صالح سليم في تحقيق الألقاب القرية من دوري أبطال أفريقيا ثلاث بطولات المجلس دا قاد النادي الأهلي للوصول لأربعة نهائي كأس عالم وضامن الوصول لكأس العالم الخامس يعني خمس مرات على التوالي في رقم غير مسبوك النادي الأهلي موجود في مونديال الأندية اتحقق برونزيتين اتحقق بطولتين سوبر وان شاء الله انحقق التالتة الأفريقية دي بطولات قرية ناس كتيرة جدا 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 بتسعى منذ الإنشاء أنها يكون لها تاريخ أفريقي النادي الأهلي فارس في ست سنوات فقط لغير ست سنوات أفريقية صنع تاريخ يقترب من وصيف النادي الأهلي الخمس بطولات طيب